ورد إلينا سؤال من أحد المشاهدين يقول ما حكم المثل الشائع بين المصريين الذي يقوله بعض الناس أنا اصطبحت بوش مين هذا المثل من الأقوال الشائعة الخاطئة التي يرددها البعض وفيه إساءة في هذا الكلام مع الله جل وعلا ما تقولش أنا اصطبحت بوش مين أو وش يقطع الخميرة من البيت هذه أمثل خاطئة وكلام شائع بين الناس خطير معناه خطير لأن الكلام ده بيحمل معنى التشاؤم والتطير والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا طيارة ثلاث مرات وقال في حديث آخر لا عدوى ولا طيارة وكان يكره الطيارة ويحب الفأل والفأل اللي هو ايه الكلمة الحسنة أو الكلمة الطيبة وزي ما قالوا بقى يعني في الأمثل يقول لك ايه خدوا فألكم من عيالكم دي كلمة طيبة خذ الفأل الطيب خذ الفأل الحسن والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابي قبلنا فألك من فيك يعني اللي انت قلته وتفوهت بيه قبلناه إنما النبي كان يكره الطيارة اللي هو التشاؤم والتطير لا عدوى ولا طيارة فلا تشاؤم عندنا في الإسلام كل شيء في هذا الكون يجري بقدرة الله دبر ألا تدبر وسلم أمرك لله جل وعلا ولا تتشاؤم ولا تتطاير ولا تخش من أحد ولا تخف من أحد فالله جل وعلا هو الخالق الله جل وعلا هو المدبر يعني خايف من حد أو الآن من حد استعيذ بالله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم قل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطن بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤد حفظه ما وهو العلي العظيم وكرر هذه الآية لو أنت خايف من حاجة أو متشائم من حاجة ولا يؤد حفظه ما وهو العلي العظيم كل دعوة النبي أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ومن شر ما خلق اقرأ المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ولا يضرك أحد إن شاء الله لأنك توكلت على الله سبحانه وتعالى فترديد هذا المثل وهذه الكلمة أنا اصطبحت بوش مين أو وش يقطع الخميرة من البيت من الأقوال الخاطئة الشائعة بين الناس لما تسمع حد يقول كده قل له لا تقل هذا الكلام تفاءل ولا تفاءل